اشتركوا في القناة 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 كويس مش بتقال الكلام على لسانه بميزان من دهب لانك بعتبرك كابتن الكباتن يبقى لازم تكون قدوة حقيقية لمن هم اصغر لكباتن النادي الاهلي لما بعد الهؤلاء يعني او ما بعدكم بسنين خصوصاك انك راجل بتظهر في الاعلام تقريبا بين الامر بين اللحظة واخرى ما بين تصريح ما بين فيديو ما بين ندوة زي الندوة اللي عملتها في جورنان الدستور منذ يومين وقلت فيها كلام مغجل لو انت محسيتش بالخجل وانت بتقوله فده شيء يوازل عر شخصيا لانك قلت كلام انا محبش اكرره يعني ومش اكرره ان شاء الله قلت كلام لا دليل عليه باي شيء يعني اما تيجي تقول ان هناك مجملات بتحصل في قطاع النشي في النادي الاهلي يبقى ممكن جايز احتمال في مجملات لكن معاك دليل على نوعها او طريقة المجاملة يعني ممكن تيجي تقول انهم بيجملوا ابن الشدي عيسى عشان صحفي ماشي بيجملوا ممكن تعتبرها كده بيجملوا ابن كابتن محمود الخطيب عشان ابن كابتن محمود الخطيب وهكذا دي ممكن الناس تتقبلها يعني تقول صحيح اه ابن صحفي بقى ومش عارف ايه ابن كابتن نادي الاهلي مش عارف ايه مقبولة فالناس تقول اه بيحصل مجملات والناس بتاخدش حقها وفعلا عشان كده معاين النادي الاهلي قطاع النشيين بتاعه زاخر زاخر بمعنى زاخر بالمواهب وانا عضو جميعا اماما في النادي الاهلي يعني عشان تبقى العلم وابني كان في اكاديمية الاهلي فترة وبطل وحاجات كده ف اللي انا بتكلم فيه انه في مواهب رائعة غير عادية في مدرسة الكورة سبسيكم الاكاديمية الاكاديمية دي لازم تتعلم كورة لسه عشان مدرسة الكورة بقى احنا انا شوف بشوفهم لا 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 مواهب محدش يقول الكلام ده على اي حد اللي اتقال ده غلط تبقى عنه بيروحش ولا يعرف اي حاجة وبيسمع واي حد يمتحك عليه كلمتين وقال له كلمتين في ودانه وفيسدقهم ويتعامل معهم باعتمارهم حقيقة واقعة وامر واقع وده مصصحيح نهائيا وزي ما قلت انه الكلام اللي بيقوله كابتن مصطفى يونس لازم يكون في دليل وانت اما تيجي تقول انه بيتموا مجاملة الناس في قطاع الناشئين عشان الاهالي خلينا نقوله في صغط الاهالي لو ما فيش اعترفت من الاهالي بانه تم مجاملتي عشاني عشان الاهل يبا انت عرفت منين او ان المدير الفني او مدير القطاع او مدرب الفريق او 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 ما اعترفش بالموضوع ده يبا انت على اساس ايه اه كلام يعني متداول فانت باعتبارك خبير في الكلام فان ما تسمع الكلام اللي بيتقال ده فتصدقوا فكمان مش بس تصدقوا تطلع تقولوا بكل يعني خلق انا اسف اللي بقول كده لكن احنا طول الوقت بندعو انه ما نختلف مع الناس ما نغلطش فيهم ما نشتمهمش ما نعملش ما 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 ودي الدعوة عامة الكل بيتكلم فيها فعلى اي اساس تطلع انت يعني مش عايز خود في الاعراض او انك انت تقول تبتلي ناس وبعدين بشكل عام مش محدد شخص او اتنين لانت خدتها مجمل امر عام مجمل وعام وكأن كل هؤلاء اللي موجودين بيماشين بالمنطقة دي وبالطريقة دي اللي انت بتقولها وقلتها مفتخرا وسعيدا انك بتقول كلام غير صحيح ثم ان كان في حالة او اتنين ان كان يعني انا بالنسبة لي امر ما اعتقدش انه موجود لكن هفطرت جدرا في حالة او اتنين من وسط الاف الحالات تقوم انت تتعامها باعتبار هي الاف الحالات وتقول الكلام المغزي والعار ده عار عليك يا كابتن مصطفى ما قلته في حق هؤلاء الناشئين واهاليهم سواء كنت تقصد الحاليين او السابقين سواء الناشئين الموجودين حاليا او اللي كانوا ناشئين فاعار عليك كل حرف انت قلته في حقهم ووجب عليك الاعتذار لهم فردا 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 فاذا كنت قدوة وكبت لك كبات فعليك فورا الخروج والاعتذار بشكل واضح وتعتذر بكل قوة زي ما اخطأت بكل قوة وانك تعترف انك اخطأت مش تعتذر عشان قلت معلومة صحيحة بسي جرحت الناس لا تعترف بخطأك وان المعلومات اللي جات لك خاطئة لان بلا ادنى شك المعلومات خاطئة وده اخلي بالك الموضوع ده بيجر بقى يقول لك اخصو ده في نادي التاني بيعمله ايه ده في نادي التاني بيعمله ايه وانت بقى تفتح باب محدش يقدر يقفله باب الخوط في الاعراض زي تقبل بهذا وانت ابو بنات زي يقول يعني عيب عيب حقك حتى ولو افترضنا جدلا انك تملك معلومات مؤكدة رؤى العين سمعها من شهود العيان من الاشخاص ذات نفسهم كل ده لا يستدعي انك تقوله استدعي ستر عليهم استرهم اذا كنت ابحس عن الموضوع ده عاوز تكشف الموضوع ممكن تقود بصياغات اخرى بتقول ان المجملات صارخة فيها تدخلات اهالي وفيها انه قلوب المدربين بتاميل تحت لعيبة لاسباب خارج الملعب يعني ممكن تتصاغ بالصياغة يعني اراك رغم انها ما تتقلش برضو لكن ممكن فيها صياغات افضل مش بكل بالاصل مش عارفت مين حلو ومين وحش ايه ده هيوصل العقل انه يعني حالة الشعبية والشعبوية والكلام اللي الناس تقودوا جري وراها وتعملوا هاشتاجات وتعملوا كوميكس يخلي ناس كبيرة في السن بعدها ستين سنة يعملوا شغل طفل او اجمعة شباب عدهم عشرين خمسة وعشرين او أقلم يعني عشرين سنة 18 سنة بيعملوه ازاي احنا اللي في موجودين في الاعلام نقبل بكلام فارغ زي ده ويفتح باب لشتايم كسيرة وقلة ادب كسيرة واخطاء في حق الناس وحق نادي وفي حق العيبة هنا او هنا او هنا او هنا العقل بتاعك كان فين يا كابتن مصطفى وانت سعيد قاعد تتكلم تقاعد تتكلم في لدوة يا فندم مش بتتكلم في البيت او بتتكلم في التليفون ما حد يمسجلك فنقول غلط انه يسجلك لا انت قاعد في لدوة على تربيزة كبيرة هناك من جوع من الصحفين يسجل لك كما تعلم وطره يسجل لك هذا الامر كما تعلم وطره وبالتالي فتكون اكثر حرصا على كل حرف يطلع منك لانك كبير المفروض انك انت كبير اسما ومقاما وتاريخا انت تهد وبتهد كل دور بنيته في تاريخك الكروي مع النادي الاهلي بالكلام ده ويهد عليك عليك انت شخصيا وانه ادارة النادي الاهلي وانا اعلم انها مش تعمل مش هتتكلم ولا حد هتتكلم انها تعمل مع الموضوع باعتباره امر يعني صغير عيب ان احنا نتكلم فيه ونرد عليه فمنفعش انت كابتن الكباتن كابتن كل اللي موجودين دلوقتي في النادي الاهلي بما فيهم الكابتن محمود الخطيب انت كابتنه في الملعب عيب انك تقول كده على الناديك او على النادي غيرك على فكرة مهما كنت فانت لا تملك معلومات في هذه الامور لا تقال هكذا تقال باعترافات شخصية من الناس مش منك مش ان في واحد ده بقى العبيط قالك كلمة فانت صدقتها عيب 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 يا كابتن وصفة فالتعتذر فالاعتذار واجب عليك وان كان سيحل عليك العار دائما وطوال حياتك القادمة بسبب هذا التصريح واشوفكم في فيديو الجايش وانسوش تشتركوا في القناة وانتابع مع بعض دائما الفيديوهات اللي بتنزل هنا شوفكم قريب شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة